أعتقد أنه أستاذ عصام بيكلم عن حل أسرع بالقانون مش كده؟ فكرة زيادة عدد الدوير تأليل لفترة التقالي هكملك الأهمة من كده هي الدكتورة ذكرت واقع فعلاً وذكرت حالة مثل للزوج اللي هو حتى عشان يكمل عند يغير شغله عشان يتهرب من الاتزام بداخل المعنى دمش بس عند دفترة طيب أنا عندي الحل بقى مش تأليفي ولا حاجة بس هو سهل مطبق في العالم كله الزوج اللي يصدب ضده أحكام قضائية ولا ينفذها عن تعنت وعن عمد وعن قصد الإضرار يوقف عنه جميع المرافق يا دكتور نحن نشوف كده بره لا يجدد له كرنيل سواء ماني أو حرفي ولا كهربة الدفع له ولا فواتير تلفون ولا مرافق ولا يتعامل مع الدولة ويدرج اسمه في جميع لجان المرور إنه هو إذا ضبطه عليه حكم ما يتحركش للا ما ينفقه ده عليه حكم نفقة عليه حكم ونفقة اللي هو بيتحول لبعد كده حبس وهو ده اللي أنا عايز أسأل حديك فيه دي فكرة عظيمة وجليلة جدا في التنفيذ حتيه كل المشكلة هي مش هتقلل للسنتين لحد ما يحصل للحكم تنفيذ الحكم حال تعنت الزوج يلا نقفل عليه كل حاجة ودي أعتقد إنها كانت صعبة زمان لأنه ما كانش فيه معلومات وبيانات كاملة عن الواطنين في الوقت كل حاجة معلومات جدا 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 بزر واحد يروح يدفع فورا حلو ده حلو ده ونشوف بس الناس موافقة عليه لا لأ لأنه ممكن رجالة كثيرة قولة اكتفلوا عليها الماية والنور وده يستحق ترجمة نانسي قنقر